اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل ما هو جديد من معلومات بنقدمها يوانيا بإذن الله تعالى ولو انت جديد معانا في القناة خش واشترك وفعل الجرس علشان خاطر يوصلك الفيديوهات الجديدة بإذن الله تعالى لو انت شايف ان محمد بيقدم محتاجه كويس يدعمني بلايك شيرلين في الجرس عشان توصل لأكتر عدد من الناس والكل يستفاد بإذن الله تعالى طبعا النهاردة هنتكلم عن معلومات مهمة جدا وتصحيح لبعض الناس المحترمة الناس المشاهدة او الناس اللي لسه مقبلة على الغية او الناس اللي هي عايزة تفهم او في الغية النهاردة يكون فيه كم معلومة كده تصحيح معلومات تصحيح معلومات لان مش اول حد يسألني في الكلام دوك ناس كتير جدا ناس كتير جدا جدا سألتني في القصة ديك وكان في التليفون ويسألوني والحمد الله والتمرد العلم طبعا بس انا عايز يبقى الكل فاهم والكل زي ما احنا قلنا على قناتي يبقى عنده خبرة كافية وخبرة زيادة كمان لاي سؤال يسئل هو ليس سئل لنا يعني عايزين المتابعين بتاعنا والمشاهدين يبقى عندهم معلومات احسن من محمد احسن من اي حد في الدنيا فتابعونا هيكون هناك معلومات مهمة جدا هنبتدي الاول بسم الله الرحمن الرحيم اولا نبتدي الاول بالاستاذ سيد محمد مجدي طيب انا جوزت والجوازة ما تمتش هتفضل ست شهور كما احنا قلنا الكلبة بدال لو اتجوزت هتقعد من اربعة لست شهور انا ما قلت لست شهور بالزبط لكنها الكلبة ولدت عادي وتطلعت جرويها بدال اتجوزت عشان الساعة بيبقى حامل كذبة الكلبة وهم نفسها ان هي حامل ان هي حامل لحد اليوم الولادة اليوم الستين او الخمسة وستين ان هي حامل فاصبح وبيجلهاش الدورة ولا ينزل على هدام مخالص ولا الكلبة بضحيد الكلبة الكلبة بعد سؤالك ستبقى اربعة شهور لا ان شاء الله ستبقى اربعة شهور بإذن الله والكلبة عطير الجسة كلها ان ترجع الهرمونات الكلبة وجناتها لو الهرمونات الكلبة عالية تمام بتحيد الكلبة بسرعة لا تتأخر شيء لو هناك تأخيف الهرمونات ممكن تقعد الستة شهور على مخلط بالنسبة لسؤال الأستاذ محمد الأستاذ محمد يقول يا كابتن هو لازم الكلب تطعيماته كلما الكلب يكبر هايحصل له ايه جسمه لا هنا هنا هناك مشكلة لا لازم الكلب يطعب لازم الكلب يطعب هايحصل له ايه لو ما حصل لهوش هو صغير لو ما جالهوش البارفو هو صغير لو ما اطعامش يكفينا ويكفيك يا رب الشر بيجيلو حاجة اسمها استنبر حاجة اسمها استنبر اقوى من البارفو اقوى من البارفو متضيع الكلب الكلب بيجيلو مش هنقول بيجيلو شلل من ورا او بيجيلو لا بيبقاش اصلا قادر يوزي نفسه كله الكلب بيبقاش قادر يمشي بيبقاش قادر يتحرك وسبحان الله تحس انه بيكل كويس عادي تحس انه بيكل بس الاكل بينزل عبارة عن مية بينزل عبارة عن مية تحس انه بيجيلو تحس انه بيجيلو ماشي عمال بيتمطوح ماشي بيقع ايام معدودة ايام معدودة والكلب بيموت وتلاقيه ينزل سامحوني في الخلام اللي اقوله مخاط من مناخيره كتير لونه ازرق مخاط من مناخيره كتير لونه ازرق والكلب بعدها لو ملحقش لو متلحقش عند دكتور شاطر دكتور كوي عاودك على الله في الكلب ولو هو صغير طبعا بيجيلو البرفو والكلب بيتكل على الله في وقتها وفي ساعتها ما بينفعش نفس تاني فنازمن يا جماعة التطعيم مهم جدا 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 التطعيم مهم جدا لكل مربي التطعيم مهم جدا لكل مربي انت ها تربي او انت غاوه او انت تر تهوي فلازمن تكون كلابك مطعمة لازمن تكون كلابك مطعمة لازم اخر الأمراض اللي في الجو ولسه يظهر لنا امراض جديدة كل يوم الكلاب وعاجات تجير فربنا يشترها علينا وعليكم يا رب فلازمن الكلاب تتطعم كل الكلب تتطعم كل الي عنده كلب يتطعمه كل الي عنده كلب يتطعمه وفي الوقت الحالي الذي احنا فيه لو كان هو جروة صغير او كلب كبير كلاب الكبير يتطعم كبيرا يتطعم سماني يتطعم سماني كل سنة تقديره تطعيم التطعيم السماني هذا كبير على سواء الأستاذ وليب يقول الله ينور يا أستاذ محمد شكرا على المعلومات بعد إذنك أنا عندي جروة بلاك ثلاث شهور وبلاقي في عينه عماص ناشف هل يددان؟ شكرا يا أستاذ وليد ديك ديدان ديك ديدان جروة ثلاث شهور لديك عماص جامد تمام وانت لاحظ حمامه لاحظ حمامه ينزل فيه آسف ينزل فيه دود صغير كبير أو ضبط تدين يضاح وتدين تابع الكلب والكلب معاك يبان عليه الأكل أو لا يبان عليه الأكل سنتدينه وزن الكلب والأقوى والصح سنتدينه دورنتال ممكن لو انت بشجيب دورنتال تمام؟ ممكن نضي كاتراكس أو بندكس كاتراكس أو بندكس ده أو ده خمسة سنتي ده كلب تلك شهور هنضيله خمسة سنتي يوميا لمدة ثلاث يام لمدة ثلاث يام ونكرر الجرعة بعد 15 يوم لو وزن الكلب 20 كيلو سنتدين دورنتال وتكرر نفس الجرعة بعد 15 يوم الديت النهاردة بكرة اشتغل اجيب له إززف في لاجيل هديها بعد الدورنتال او الحاجة اللي انا هديها الديت بندكس أو كاتراكس بعد اليوم الثالث نعمل ازالة بالدود بإذن الله من بطن الكلب أو الجرع ونبدأ نخش بعد ذلك بالفلاجيل عشان خاطر يتحر المعدة لو فيها أي حاجة بوائي ميتة ونبدأ نمحيها من الوجود أو من بطن الكلب بإذن الله بإذن الله لكي نكون متفكرة دي كان رد على الأستاذ حاجة مهمة جدا السيد السيد ايمن بيقول هو بس ياريت لو كل صاحب تدريب الكلاب على اليوتيوب يتكد الأول من أي معلومات والأخص في العلاجات لأن مغزم المتابعين والمربيين العاديين بدون خبرة لسه لسه فطبعا بيأخذوا المعلومات دي منكم يطبقوها حرفيا زي ما هي طبعا لو مش صحيحة هتعود في الآخر على الكلب روح ربنا خلقها ربنا خلقها خرصة مش هيعرف يشتكي لصاحبه لكن هيشتكي ربه فبالله عليكم رسالتكم من أولها الاخرها التعامل مع الله رعاة في كل معلومة تتقال للناس ايمن كلامك على رأسي والله العظيم ومشكر جدا كلام جميل انا في اول فيديوهاتي لو تخبر حضرتك لو انت حضرتك من المتابعين معنا على القناة انا كنت حابب اطلع في فيديو واتكلم فيه عن غيتي او عن مجالي او عن يعني ان شاء الله رب العالمين هيكون الفيديو الجاي بإذن الله او هيكون الفيديات الجاي بإذن الله يعني احنا محمد فرحاط ظهر كده ممكن يكون يعني مرة واحدة كده على اليوتيوب ومن فترة بسيارة بيقول معلومات ممكن يكون بيزار بكلاب وما بيزهرش بيقول كلام فالناس ما تعرفش من محمد طيب بإذن ربنا يعني ان شاء رب العالمين انا العبد الفقير لله محمد ان شاء الله هتدأ اعمل لكم فيديو ان شاء الله فيديو تعريفي كده بسيط نتعرف بيه على بعدنا وعرفك بيه على نفسي بإذن الله بس طبعا هنرد عشان يبقى مرض ورد على السلامة ورد على اي بارك اي حد حابب يقرف من محمد بس يا السلامة من زي ما انا قلت وحضرتك لو انت مجردين ومجردين ومجردين هتلاقي ان انا قلت والله 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 انا ما بقولش معلومة والله بشد على كلامي ربي ما بقولش معلومة غير لما يكون مجردها على كلامي يعني مع احترامي لأي حد انا ما بعرفش افتح نت او افتح صفحة او افتح اي حاجة واخد منها معلومة واقولها لا انا الحاجة ممكن اتلاقوني في حاجات كتير جدا يعني بالذات في الكلاب اللي هي الكلاب اللي هي الزينة او الكلاب اللي هي غير الجرمن انا مش متمكن فيها مش استاذ فيها لا صريحة او الكلاب الجرمن بفضل الله تعالى اي معلومة بس الكلب الجرمن من البداية اللي هيبقى من ربنا وبإذنه هكون عارفها لان دي غيتي تدبي ودي الحاجة اللي انا بحبها جدا فعلا والحاجة اللي انا مربيها وزي ما انا بقول لحضرتك انا ما بقولش انا جاربها على كلابي ان اواصل منها الاجابة تتيجمية في المية ليه؟ علشان خاطر اي حد مثلا وليكن انا خدت المعلومة من حضرتك اه ابقى عارف ان انا خدتها مثلا ملسوز ايمن وطبقتها على كلب بتاعه وجابت نتيجة اقول الله بارك لك يا استاذ ايمن فعلا اخدتني ونبعتني بصراحة لكن لو انا اديت المعلومة غلط اللي هيحصل منه لله محمد اداني معلومة او اداني حاجة بوازت الكلاب وبوازت الدنيا والامور بوازت وكذا وكذا وكلام كتير جدا واش ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل بفضل الله تعالى والحمد الله والحمد الله رب تعالى مين ما بقولش معلومة غير لما اكون واصل انها بنسبة الف المية مش مية المية الف المية في حاجات بتقفوا قدام مني في حاجات بتقفوا قدام مني تمام؟ بعمل ايه؟ للأسف ما برضو والله العظيم ما بقعرف افتح نت ولا الكلام من ده مش جسة ان انا مش بقعرف افتح نت لا ما بقعرفش اجيب معلومة عن نت بسأل بسأل ناس اكبر مني في المجال بسأل ناس اكبر مني في المجال لو حاجة وقفت قدام مني ومعرفت هاجة بمجران سلام عليكم السلام طبعا بقرنش علي حد طبعا اخواتي في ناس كتيرة جدا معروفة لنا ما شاء الله في المجال ادام جدا جدا بمجران عليهم ببتدي اعرف منهم المعلومة لانهم برضو ناس بقى لها اكتر من تلاتين واربعين سنة في الغية ومشاء الله يدرسوا الغية يدرسوا الغية يدرسوها تمام؟ ببتدي اجيب منهم المعلومة والله انا النهاردة مثلا ودن الكلبة نامت اعمل لها ايه؟ لان انا معرفتش خالص هيقول لي يا محمد هتلاها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بدل مروح مثلا لدكتور مبتدئ في مصر جمال جدا وناس شاطرين جدا بس انا باتكلم برضو على معلومة تانية خيال دكتور مبتدئ فلسه مش مدرك ولا ربكلا ممكن يقول لك استوادني الكلب دائت عشان خطر توقف هنعزلها مش عارف ايه ونعمل لها ايه وانتبتدي يراكملك الدنيا اذا ما حد تكلمني كده مش عارف مبارح ولا اول على حاجة بيكلمني فيها بيقول لي في كذا كذا وليت الدكتور بيقول له حاجة غير الحاجة خالص ليت الدكتور بيقول له حاجة غير الحاجة خالص فأسود ايمن الحمد لله رب العالمين لما بيقول له المعلومة صحيحة جدا بالنسبة 100% عشان خاطر زمان حضرتك قلت والله العزم وكلامك يحترم جدا دي روح ونتسئل فيها قدام ربنا دي روح ونتسئل فيها قدام ربنا فلازما الروح ديك نرعيها صحة ونعليجها صحة ونديها الحاجة الصحة الصحة اللي تخف عنها لانها زمان حضرتك قلت خرصة ومش بتنطع خرصة ومش بتنطع تمام؟ هذا كان رد على السؤال وعلى كلام الأستاذ ايمن تحياتي لحضرتك ومشكر جدا على التوضيح وانا برضو وضحت لحضرتك بعد البنور وان شاء الله انتظروني في فيديو بإذن الله هنتكلم فيه مع بعضنا هيكون فيديو هنتكلم فيه مع بعضنا أو هنعمل بس مباشر ونقول لكم برضو هنعمل بس ان شاء الله هنعمل فيديو بإذن الله طيب فيه حاجة تانية السيد وليد السلام عليكم كابتن محمد لو الذكر بيتجوز وما حرارش عملية ارتساك مع ان حجم العدو طبيعي بيتجوز وانعارش اعرف من ان العيب من الذكر او من نصية وكيف اعالجها طيب انشاء الفيديو اردتك في الفيديو القادم بإذن الله عشان فطر الفيديو داك ما يتاولش افضل من كده وان شاء الله انتظرني سؤال حضرتك في الفيديو القادم ان شاء الله احتمال يكون عملي احتمال ان شاء الله كبير يكون عملي بإذن الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة